موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الصحف البداية من العلم التي أثارت تحذيرات من احتمال إصابة الملقحين ضد فيروس كورونا إذ أكد خبراء أن المواطن الملقح يصبح محميا من الفيروس بنسبة كبيرة إذا تقيد بالتدابير الاحترازية خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر من استفادته من اللقاح وفي هذا الصدد قال مصطفى الناجي خبير الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إن الشخص الملقح تلزمه مدة تزيد عن ثلاثة أشهر لاكتساب المناعة ضد فيروس كورونا لكن غالبية الملقحين لا يتقيدون بهذه المدة وأشار الناجي في تصريحه للعلم إلى أن المواطن الذي أخذ الحقنة الأولى والحقنة الثانية يعتقد أنه بات محميا من الفيروس وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض المغاربة علما أن الملقح لا يكتسب المناعة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر وهذه المدة تختلف من شخصا إلى آخر حسب السن والحالة الصحية إلى المساء التي أثرت موضوع احتلال لبيات لشواطئ المملكة موردة أن رواد الشواطئ أطلق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه السلطات المسؤولة إلى ظاهرة احتلال الملك العام وتحديداً الشواطئ التي اكتسحتها جهات بواسطة المظلات مقابل فرد مبلغ خمسين درهماً أو أكثر على المصطفين وهو ما تنتج عنه خلفات بهذا الخصوص وقد عبرت مصادر خاصة للمساء عن استيائها من الظاهرة التي باتت مقلقة ودعت السلطات المسؤولة إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد لاحتلال الشواطئ وإعمارها بالمظلات الشمسية وكرائها من طرف جهات وصفت بالنافذة خاصة مع كثرة الصدمات التي تقع بين المصطفين وهذه الجهات التي تفرد أسعار معينة قمة بايدن وبوتين تصدرت الصحف الأولى عالمياً صحيفة لوفي جاغوة الفرنسية كتبت عن سعي كل من بايدن وبوتين إلى إرساء الدعائم لحوار بناء وبراجماتي يعلو الخلافات التي تعتري العلاقات الأمريكية الروسية الصحيفة نقلت بعض تصريحات الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن وجود آفاق حقيقية لتحسين العلاقة مع موسكو فيما تحدث نظيره الروسي بنبرة إيجابية مشيداً ببايدن وتمرسه السياسي وقيمه الأخلاقية العالية دائماً بشأن اللقاء بين بايدن وبوتين لكن من منظور مختلف متعلق بأسلوب بايدن في تغيير العلاقة مع موسكو حيث تنقل واشنطن بوست أنه على مدى أربعة عقود تابع بايدن كيف سعى رؤساء سابقون إلى تحقيق تغيير في العلاقة الأمريكية الروسية إلى أنهم غادروا مناصبهم من دون تحقيق هذا الهدف لكن الصحيفة الأمريكية عادت لتؤكد أن الرئيس بايدن حاول تفادي الوقوع في الخطأ عبر نهجه سياسة مغايرة ففريق بايدن تقول واشنطن بوست استعد جيداً لهذا اللقاء فمثلاً لتفادي أن يظهر الرئيس الأمريكي بمظهر الرئيس الضعيف فاوض فريق بايدن كي يكون نظيره الروسي فلاديمير بوتين أول الحاضرين في مكان اللقاء كما أنهم قرروا الامتناع عن عقد مؤتمر صحفي مشترك تفادياً لأي مفاجآت العلاقة الأمريكية الروسية ما زالت تواجهها العديد من التحديات التي تفرضها ملفات الساعة كما يظهر هذا الرسم الكاريكاتوري للرسام ياسر أحمد من صحيفة العرب وإن كان اللقاء بين الرئيسان بايدن وبوتين بناء بحسب وصف الرئيس بايدن نفسه مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد نلتقي نهاية الأسبوع المقبل إلى اللقاء